الله يرحمك يا صور رادي كالراجل طيب وامرنا مسماعا عنه حاجة وحشة أبدا الله يرحمه ويرحمنا جميعا السيرة الطيبة هي اللي بتفضل يا معالم حسونا على أولك وانت مش ناقل تعمل حاجة طيبة في حياتك منفعك في آخرتك وتمنع الطلب انهم يعودوا في قهوتك كده بالنهار بقى انت يا الجنبتين يا أقزي الغراب عشان تقولك كلمتين دول يا أخي ما نصحك ما نصحك الله الغاني عن نصايحك يا أخي وات خسيس وجبان أكيد عارف إن السورة دي مات يبتدى يظهر في الحتة أنا ليه حاسس أشاكل إنك والله أعلم كده يعني بتجيب في سيرتي أولا أنا اسمي الأستاذ شاكر ثانيا أنا عندي من الشجاعة الأدبية الكافية لو عايز أقولك حاجة هقولها لك فو الشك الشجاعة ليه يا أخويا الشجاعة ليه يا ألا يا ألا على المهم أنا مش هضعي وقت في مهاترات عقيمة مع واحد من أمثالك لو صباح تنزل إيدك نزل إيدك سلام عليكم أصحاب العقول فراحة ما تاخدش علي يا عبد اللي بالحقيقة حاسسونا عايز أسألك في حاجة كده بحيارات إيه يا عبد أنا كل ما بقدم هنا بلاقي الشاكر داعد على قهوة إيه؟ هو ما بروحش المدرسة بتاعته أنا سألت مدرس زميله قال إنه قدم استقالته من المدرسة الخاصة اللي بيشتغل فيها ليه؟ شعاري بس هو ما نخولي ومن ساعة تهرب أخته والحكاة دي جننته وسب شغله آه آه إلا بالحق أنت أنت بشوفش عرفة أكيد هيجي ما هو لازم يبقى موجود عشان ياخد عايز أخوه آه ما أنا لما عرفت عشان كده يعني جيت عشان عزيه آه وإنت سيد من يعمل الواجب طبعا يا حسون الواجب واجب وبعدين إحنا أولاد حتة واحدة ماشي محدش يجيلك في حاجة وحشة يا أبو الواجب موسيقى موسيقى موسيقى